لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام نبدأ هنا في الستوديو بالمحلل السياسي والخبير في أشؤون الكردية سيد فرهاد أحمى أهلا وسهلا بك سيد أحمى أهلا وسهلا كذلك ينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي محمد زاهد قول مساء الخير سيد قول مساء النور دعني أبدأ معك سيد قول يعني كل التصريحات التي ظهرت اليوم من قبل المسؤولين الألمان وكذلك الأتراك هنا في برلين تدل على أن هناك تفاهم على ضرورة التعاون لمعالجة ملف تدفق اللاجئين هل يعني هذه التصريحات أن تركيا قد حصلت على كل ما تريده من ألمانيا ربما من المبكر الحديث أن تركيا حصلت على كل ما تريد من ألمانيا أو من الاتحاد الأوروبي بشكل عام لكن أستطيع أن أؤكد أن هناك علاقة إيجابية واضحة للغاية بين تركيا وألمانيا خلال الأون الأخيرة يعني بدأت ربما ذلك من خلال الزيارة للسيدة ميركل قبيلة الانتخابات الأول من نوفمبر الماضي هذه الزيارة كانت مهمة للغاية بالنسبة لتركيا سواء في الإطار السياسي سواء في الإطار الاقتصادي سواء في إطار ربما وعود قطعت بها ميركل للسياسة والحكومة التركية هذا الأمر استمر حقيقة في عدد من المحطات آخرها محطة التفجير الذي حصل في ميدان السلطان أحمد يعني التصريحات الألمانية حقيقة التي وقفت لا أقول فقط مع تركيا ربما هي الأبرز من المواقف السياسية في كل دول العالم يعني الموقف الألماني كان موقفا مشكورا موقفا أستطيع أن أقول أنه الأبرز هذا الموقف على سيد جول إذا كنت تسمعني ساندت تركيا إذا كنت تسمعني سيد جول في الحقيقة يعني برلين وأنقرة الآن تعملان على الغائرية تأشيرة تأشيرة دخول الأتراك كذلك ميركل أكدت أن أنقرة سوف تحصل على الأموال المطلوبة إذن ماذا تريد تركيا أكثر من كل هذا أولا بالنسبة لموضوع المساعدات هو موضوع بالنسبة لتركيا ليس أساسي بالدرجة الأولى تركيا لا تتلقى مساعدات منذ أكثر من خمسة أعوام وهي تتحمل مسؤولية اللاجئين السوريين وغير السوريين بمفردها ولم تتلقى في هذا السياق إلا ما يمكن تسميته إلا بالنذر اليسير وهو قرابة 300 مليون دولار تقريبا بحسب الأرقام الرسمية وكذلك فيما يتعلق بإلغاء تأشيرة الشنجل بالنسبة للأتراك هو يدخل في إطار الاتفاقية التركية مع الاتحاد الأوروبي والتي وقعت منذ سنوات والتي كانت بمجيبها سترفع التأشيرة بعد سنتين اثنتين والآن يتم العمل على تقديم هذا التاريخ في مقابل أن تركيا تلتزم بالتعهدات في هذه الجزئية في هذا الاتفاق لكن ما كانت تريده تركيا ولا تزال هو فتح فصول جديدة في ملفات الانضمام الاتحاد الأوروبي وهو ما تحقق بالفعل الآن من خلال فتح خمس ملفات جديدة وهو نقطة كانت ربما مجمدة في موضوع انضمام تركيا الاتحاد الأوروبي الأمر الآخر تركيا تحتاج إلى مواقف سياسية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب داخل تركيا فيما يتعلق بالمسألة الكردية وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بداعش وهي نقاط أيضا لألمانيا تحديدا فيها مواقف جيدة يعني خاصة مؤخرا وجود السلاح الجو الألماني في قاعدة إنجلك تحديدا وغيرها من المواقف التي تم اتخاذها هي مواقف كانت تريدها تركيا أيضا تركيا تريد حقيقة مواقف أكثر من الاتحاد الأوروبي ومن ألمانيا تحديدا فيما يتعلق بالجوانب السياسية للمسألة السورية جاي سيد أحمى هل سلمت ميركل نفسها الآن إلى الحكومة التركية وضيفي من إسطنبول يتحدث عن تفاهمات يعني عميقة بين الحكومتين الألمانية والتركية خاصة لمعالجة ملف اللاجئين يعني بتأكيد المستشار الألمانية ميركل في مأزق جراء أزمة اللاجئين هي في مأزق حزبي في داخل حزبها الحاكم وفي مأزق أيضا ما من انتخابات محلية ستجري في ألمانيا في شهر أذار المقبل في ثلاث ولايات وهناك خوف أن يستطيع حزب البديل من أجل ألمانيا أن يفوز بمقاعد كثيرة في الولايات الثلاث وعلى حساب حزب ميركل الذي هو يعتبر أيضا حزبا يمينيا وسطا لكن ما تم الاتفاق والحديث عنه هناك ما زال صراع أوروبية حول كل ما تم الحديث فيه مع تركيا هناك اضطراب في الموقف الأوروبي بشكل عام العديد من الدول الأوروبية اعترضت على سياسة ألمانيا تجاه اللاجئين وسعيها أيضا إلى حل مشكلة اللاجئين بالاتفاق مع تركيا والدخول في عملية ابتزاز سياسي نستطيع أن نسميه مع تركيا ابتزاز سياسي بالطبع لأن هناك سيطرة تركيا على عدد كبير من اللاجئين وهناك تدفق كبير من اللاجئين من الأراضي التركية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي وبالتأكيد تركيا مهمة لإيقاف هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين لكن ليس عن طريق الابتزاز السياسي وأخذ مواقف في وقت أزمات واستغلال أزمة الحكومة الألمانية وإنما يجب أن تكون العلاقة مبنية على علاقة مستقبلية ويتم النقاش أيضا حول الملفات الداخلية في تركيا ومنها المسألة الكردية مسألة حقوق الإنسان حريات الرأي وكل ما جرى في الأشهر القليل الماضي وبشكل خاص في الشهر الماضي وضمن هذا الشهر من اعتقالات ومن حرب أهلية جرت الحكومة التركية شعبها وبشكل خاص في المناطق الكردية لا يمكن للسياسة الألمانية التغاضي عن كل هذه الملفات في سبيل حل مشكلة وحيدة هي مشكلة اللاجئين وبشكل خاص لأن ألمانيا لديها مشكلة كبيرة في إقناع الأطراف الأوروبية الأخرى في مصادقة على هذا الحل سوف نأتي إلى الحديث عن إمكانية المستشارة الألمانية على الأقل لإقناع شركائها الأوروبيين ولكن أود الذهاب إلى السيد جول سمعت ضيفي هنا في الأستوديو يقول أن تركيا تقوم بابتزاز ألمانيا وابتزاز الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق أهداف أخرى تركيا يبدو أنها ليست معنية بإيقاف تدفق اللاجئين على أوروبا ماذا تقول؟ أنا في قناعة الموضوع بعيد كل البعد عن مسألة الابتزاز تركيا حتى هذه اللحظة بحسب أرقام غير رسمية تؤوي ما يزيد على ثلاث ملايين لاجئ وبحسب أرقام رسمية قرابة المليونين ونصف لاجئ وهذا الرقم قابل للزيادة خلال المرحلة القادمة وعندما نتحدث أن كل اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الأراضي الأوروبية وليست ألمانيا فحسب خلال سنوات الأزمة الأخيرة لا يتجاوز عددهم الثلاثمائة ألف على أعلى تقدير هذا الرقم حقيقي لا يعد رقما كبيرا بالنسبة لما تحتضنه تركيا ابتداءا فلا يمكن أن يقال أن هناك نوع من أنواع تصدير الأزمة أو أن هناك ابتزازا في هذا الموضوع لكن هناك حقيقة كلنا نعرف حتى المسؤولين التركي عفوا على المقاطعة في الحقيقة حتى بعض المسؤولين الأتراك أكدوا أن القضية ليست فقط حوار تركي أوروبي بخصوصي اللاجئين بقدر ما هو حوار على مواضيع أخرى متعلقة بعلاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي ومواضيع اقتصادية أخرى إذن ألا يعتبر ذلك يعني ابتزازا أو استغلال موجة اللاجئين من أجل تحقيق بعض الأهداف الأخرى يعني منذ سنتين أو ثلاث سنوات تقريبا هناك نوع من أنواع العلاقة الباردة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام لا أتحدث هنا عن ألمانيا بشكل خاص وألمانيا لا تتحمل مشكلة اللاجئين بمفردية فحسب المنظومة الأوروبية بشكل عام تعاني من هذه المشكلة وهي تتحمل جميعها المسؤولية لكن ألمانيا لا شك أنها دولة محورية مركزية في الاتحاد الأوروبي لهذا السبب يمكن أن يقال أن الثقة العاهلة هي التي تتصدر المشهد في الوقت الرائع لهذا السبب وإنما في النهاية الملف برمته هو بين تركيا والاتحاد الأوروبي وليس بين تركيا وألمانيا فحسب هذه النقطة الأساسية النقطة الثانية تركيا مدام أنه فتح الحديث عن باب التعاون وأن أوروبا تريد حقيقة إنهاء هذه المشكلة في الأرض الأوروبية وتبقي تركيا مع مشاكلها فتركيا بطبيعة الحال تقول أنني لا أعاني فقط من هذه المشكلة وأعاني من مشكلات أخرى وأريد من أوروبا أن تقف وتتخذ مواقف سياسية واضحة حيال هذه القضايا يعني تركيا تريد حقيقة من الاتحاد الأوروبي مواقف سياسية أكثر منها أموال تدفع لدولة تركيا فيما يتعلق باللاجئين تحديدا وتركيا لو كانت أصلا تريد ابتزاز كما تفعل بعض الدول التي هي مجاورة لسوريا بعض الدول العربية كيف تتصرف فيما يتعلق بأزمة اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي هل تركيا مدت يدها يوما ما وقالت للمجتمع الدولي نريد أموال نريد لا نستطيع أن نقوم بأعباء هؤلاء اللاجئين إذن هناك ملفات سياسية أمام تركيا إذا كان من هناك من طلب أوروبي للتعاون في هذا الملف وغيره من الملفات فتركيا منفتحة للتعاون لكن في إطار الوفق الرؤية السياسية أيضا التي تراها والتي هي يجب أن تكون أيضا متناسقة أو متوافقة أو يعني متماشية فيما بين الحلفاء السياسيين جيد إذن تركيا تدعو إلى التعاون على الأقل دعني أذكرك سيد أحمى في الحقيقة ميركل اليوم أعلنت أن بالحرف الواحد أعلنت أن تركيا التزمت القيام بكل ما هو ممكن للحد من تدفق اللاجئين إذن هناك تعاون تركي يعني من خلال هذا التصريح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كيف تقرأ هذا التصريح هل هو مبني على واقعية أن عدد اللاجئين انخفض بسبب التعاون التركي أم أن هذا مجرد يعني تصريح ديبلوماسي من أجل يعني نيل ريضة تركية إن صح التعبير يعني الالتزام بشيء لا يعني تنفيذه هذا شيء آخر أنجيلا ميركل وعدت في السابق بتمرير مبلغ ثلاث مليارات يورو إلى تركيا لمساعدتها في حل مسألة اللاجئين إلى الآن لم يتم يعني إرسال هذا المبلغ إلى تركيا لأن دول أوروبية أخرى تعطرت وتسأل من أين ستأتي هذه الأموال هناك حتى الآن نقاش ربما باتجاه ألماني أن تتجه ألمانيا إلى إعطاء هذا المبلغ من الخزينة الألمانية وليس من خزينة الاتحاد الأوروبي وهذا يوضح المأزق الألماني ضمن دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض ما تخطه السياسة الألمانية في مجال سياسة اللاجئين بشكل خاص لذلك ألمانيا ستلجأ في الأيام المقبلة هناك في أربعة من الشهر القادم وأيضا في 17 و18 من شباط اجتماعان رئيسيان ومهمان جدا بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه الأزمة ولتدبير أموال كثيرة لمساعدة تركيا ودول الجوار الأخرى أيضا على تخطي هذه الأزمة لكن الأموال بالنسبة لتركيا ربما تأتي في الدرجة الثانية أو الثالثة هذا صحيح هناك ملفات سياسية هي أهم كثيرا بالنسبة لتركيا من الأخذ أموال معينة من دول الاتحاد الأوروبي من بينها ومن أهم النقاط التي ممكن أن تتحدث فيها تركيا الآن مسألة التأشيرة التي تأخرت كثيرا في نظر تركيا لكن في نظر الاتحاد الأوروبي تركيا لم تلتزم بتنفيذ الخطوات التي تسبق أصدارها كذا القرار هناك في كاتالوج الاتحاد الأوروبي سبعين خطوة مختلفة يجب على أي دولة أن تتبعها وتنفذها حتى تحصل على حرية الدخول والخروج لمواطنها إلى دول الاتحاد الأوروبي وهناك تجربة أوروبية فاشلة وسلبية مع دول البلقان التي حصلت هذه الوضعية وازداد عدد القادم من هذه الدول والذين بقيوا في دول الاتحاد الأوروبي وتقدموا بطلبات لجوء أو بقيوا هنا بدون الحصول على العمل وإلى ما هناك وهناك خشة أوروبية داخلية من أن يحصل نفس الأمر مع المواطنين الأتراك أن يأتي ملايين من المواطنين الأتراك ويتقدم بطلبات لجوء وبالمناسبة عدد طلبات لجوء من تركيا كان في ازدياد في الأعوام الماضية والآن ونظرا للأزمة الداخلية التركية تتحول تركيا من دولة تسعى إلى حل مشكلة لاجئين إلى دولة مصدرة للاجئين أيضا وملاجئين داخليين أتراك لذلك في الأعوام الماضية مثلا كانت نسبة قبول اللاجئين الذين يقدمون من تركيا لدولة الحار الأوروبي ازدادت إلى 17% من مجموع الذين تقدموا بطلبات لجوء وهي نسبة قارب نسبة المعترف بهم من باكستان أو من طاجكستان أو من دول أخرى ديكتاتورية بشكل فاضح إذن هناك أزمة أكبر من أزمة الأموال وأكبر من أزمة إرسال بعض المبالغ المالية لتركيا لحل مشكلة محددة جيد ضيفي في إسطنبول سيد محمد زاهد قول في الحقيقة ملفة انتباهي تصريحات للرئيس اليوناني أثناء زيارته إلى برلين أمس في الحقيقة اتهم تركيا مباشرة بغضي الطرف عن العمل على محاربة المهربين هل يعني أن تركيا سوف تكون أكثر حزما مع العصابات التي تقوم بتهريب اللاجئين في حال حصولها على ما تشترطه يعني الجواب أظن كان اليوم في المؤتمر الصحفي الذي جمع أرطغان بالسيدة ميركل بشكل مباشر عندما تحدثوا عن تعاون حقيقي فيما يتعلق وأن هذا التعاون جاء بنتيجة فيما يتعلق بضبط شبكات التهريب عندما نتحدث عن شبكات تهريب والاتجار بالبشر عمليا فنحن نتحدث عن شبكات ممتدة بين الدول ولا تقتصر هذه الشبكة أن تتواجد على أرض تركية وهذه الشبكات موجودة في النهاية في الأراضي الأوروبية أيضا ولديها تواصل وكلنا شهدنا ما حصل في قلب أوروبا من حوادث في هذا السياق خلال العام الماضي يعني هناك حوادث مؤلمة كالشاحنة التي تركت في قلب أوروبا حقيقة وتركت الناس يموتون بطريق داخل الثلاجة داخل عربة النقل مثل هذه الأمور تؤكد ألا أن هناك شبكة داخل الاتحاد الأوروبي أيضا فاعلة والموضوع يحتاج إلى تعاون بين الدول وهي النقطة التي تم الإشارة إليها في المؤتمر الصحفي وتم أيضا تناول أن هذا يعني هذا تعاون تحديدا استطاع أن يحقق نجاحا ملموسا في هذا الإطار يعني إذا كنا نتحدث عن شبكات التجار للبشر أنا في قناعتي فنحن نتحدث عن شبكات يعني ليست تركيا فقط هي المسؤولة عن مكافحتها وإنما الموضوع يحتاج إلى تعاون أكبر لأن هذه الشبكات ليست وليدة هذه اللحظة وليدة هذه الأزمة هذه الشبكات كانت موجودة قبل ثلاث أو أربع سنوات قبل أن يكون هناك أزمة لاجئين سوريين وعراقيين وأفغان في الأراضي الأوروبية معبر تركيا يعني هذه مشاكل أنا أظن أنها متراكمة وتحتاج إلى حلول يعني فيما بين الدول بطريقة أكثر فاعلية وأكثر واقعية وحتى فيما يتعلق بما في وضوع وهي موضوع أهم في هناك موضوع أهم وهو موضوع متعلق بمكافحة الإرهاب تحديدا والعناصر والشبكات الإرهابية التي تتواجد على الأرض الأوروبية حقيقة التعاون الأوروبي الأوروبي كان في أدنى مستوياته قبل أن تقع حوادث يعني الإرهاب الأخيرة يعني الأمور مرتبطة ببعضها البعض في بداية العام الماضي نعم سيد قول في الحقيقة الأمور مرتبطة ببعضها البعض سواء بالنسبة إلى مكافحة الإرهاب أو حتى الشبكات الإجرامية إن صح التعبير التي تقوم بعملية تهريب البشر سيد أحمى هل تعتقد أن تركيا جد حقيقتنا الآن في محاربة هذه الشبكات شبكات تهريب البشر يعني على تركيا أن تثبت أنها جادة في ذلك في الأيام الماضية وفي الشهور الماضية لم تثبت أنها جادة بالفعل في إيقاف شبكات التهريب التي كانت تنشط في الأراضي التركية وتنقل آلاف الناس يوميا بزوارق على مرأة ومسمع من الأجهزة التركية بشكل كبير يعني لا يمكن أن نقول أن هناك الآلاف من البشر يخرجوا من الأراضي التركية باتجاه اليونان عبر البحر ولا تعلم تركيا أو الأجهزة التركية عن هؤلاء شيئا من غير المعقول أن أتصور هذا الأمر نعود إلى النقطة الأهم الاتحاد الأوروبي أو حتى ألمانيا بشكل خاص ستخون قيمها بالدرجة الأولى إذا خضعت للابتزاز السياسي التركي ووضعت كل بيضها في سلة الرئيس التركي الذي يسعى لأخذ أي مكسب من الاتحاد الأوروبي لتصديره داخليا لذلك الملفات الداخلية التركية هي بقدر الأهمية وبذات الأهمية كما هي مسألة اللاجئين وأي دولة إذا لم تكن الاتفاقية معها مبنية على آفاق مستقبلية وإنما نتجت عن أزمات آنية مرحلية لن تصمد هذه الاتفاقيات لأن الحكومات ستتغير وتبقى مصالح الشعوب لذلك على الاتحاد الأوروبي وعلى ألمانيا التركيز على مصالح الشعب التركي بكل فئات ليس فقط الأكراد وإنما أيضا من يدافع عن حرية الرأي عن الأكاديميين الأطراق الذين ما زالوا محتقلين الآن في السجون التركية عن الصحفيين عن كل من يعالض حكومة تركيا وهذه القضية مهمة قضية حقوق الإنسان قضية الحريات في إطار الأزمة أزمة اللاجئين وعجز الاتحاد الأوروبي عجز ألمانيا على مواجهة هذه الأزمة بمخططات واستراتيجيات واضحة إلى أي مدى يمكن لألمانيا والاتحاد الأوروبي أن تضغط على تركيا وهي تضع كل أوراقها لدى حكومة لدى النظام التركي الآن يعني على ألمانيا أن تفتح الآفاق حول النقاش حول هذه المسألة مسألة اللاجئين مسألة اللاجئين سوف أعود إليك وسوف تتحدث عن هذا الموضوع مسألة اللاجئين لا تقتصر فقط في التعامل مع تركيا وإيجاد حلول مع تركيا هناك دول أخرى أيضا تمس هذه المشكلة في دول الجوار السوري سواء الأردن أو لبنان وبنسبة للاتحاد الأوروبي وكل المميزات التي ممكن أن تحصل عليها تركيا من دول الاتحاد الأوروبي هناك شروط يجب أن تلتزم تركيا فيها سواء فيما يخص تسهيل دخول المواطنين الأتراك أو أي ملفات أخرى تخص انضمام تركيا لدول الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يكون هناك أي تساهل بشأن ملفات هامة وحيوية منها مسألة دولة القانون ومسألة حقوق الإنسان بشكل خاص في تركيا يجب التركيز على هذه الملفات حتى تصل تركيا ويصل الاتحاد الأوروبي معا إلى حل أفضل للعالم للناس للبشر الموجودين في هذه الكتلة بشكل خاص سيد قول يبدو أن لديك تعليق بخصوص هذه النقطة تفضل يعني هي جملة بسيطة الصور التي شهدناها في قلب أوروبا في طريق التعامل الأوروبيين مع اللاجئين تحديدا واللغة التي يتحدث بها الأوروبيون عن مسألة الهجرة وطريق التعامل مع المهاجرين هي تثبت المعايير المزدوجة الغربية يعني الضيف الكريم الذي يتحدث عن مبدأ حقوق الإنسان ويتحدث يعني أين هذه المبادئ في قلب أوروبا اليوم في موضوع اللاجئين تحديدا يعني دون أن نتشعب في الكثير من الأمور ما شهدناه حقيقة هو سقوط للقيام الأوروبية في داخل المنظومة الأوروبية قبل كل شيء يعني نحن نتحدث عن بضع آلاف تعجز الآن أوروبا إذا كان حتى لو كان هناك من نوع من أنواع الإبتزاز كما قال الضيف من تركيا تجاه أوروبا فهذا الإبتزاز أصلا سببه عجز المنظومة الأوروبية عن إيواء 100 ألف أو 200 ألف أو 300 ألف من اللاجئين السوريين وغير السوريين على أراضيها لأنها تشتمل على منظومة هي أصلا ربما لا تعتقد بها أو لا تؤمن بها إلا في إطار التعامل الأوروبي الأوروبي وعندما يتعلق الأمر بالآخر فإن هذه المنظومة تتلاشى عمليا وبشكل واضح وصريح في أزمة اللاجئين يعني تصدير أصلا تصدير هذه الأزمة أو إنهاء هذه المشكلة من خلال التعاون مع تركيا بحد ذاتها يثبت أن هذه القيامة الأوروبية بحد ذاتها هي محل جدل داخل أوروبا قبل كل شيء سمعت بقالة تصدير هذه الأزمة من أوروبا إلى تركيا هي في حل ذاته يعني تسلط الضوء عن هذه القيامة يعني بالتأكيد هناك عجز بشكل خاص عجز إداري في دول الاتحاد الأوروبي عن حل مشكلة اللاجئين وبشكل خاص هنا في ألمانيا أيضا نظرا لكثرة الأعداد التي دخلت إلى هذه الدول في العام الماضي بشكل خاص لكن في تركيا ليس هناك فقط عجز إداري وإنما نية حكومية في تصعيد الأوضاع حسب تقارير المنظمات الدولية منها أمنيستي ومنها منظمات الهجرة العالمية أيضا حدث الحدود التركي يعني أهانى وضرب واعتقل وقتل عددا لا بأس به من اللاجئين السوريين الذين حاولوا الدخول إلى الأراضي التركيا لذلك لا نستطيع على طول الخط أن نتحدث عن معاملة حسنة من تركيا باتجاه اللاجئين السوريين صحيح هناك أعداد كبيرة من السوريين دخلت إلى تركيا ووجدت هناك عملا لكن هناك نقص في الدخول إلى سوق العمل ما زال هناك نقص في الدخول إلى سلك التربية ونقص في تأمين حد أدنى من المعيشة التي تليق بالإنسان حتى يبقى هؤلاء في تركيا هناك ملفات أكثر مما هي تطرح الآن يجب النقاش عليها وليس فقط تحويل مبلغ معين للأموال وأننا انتهينا من هذه المشكلة جيد المحلل السياسي والخبير في الشأن الكردية سيد فرهاد أحمى شكرا جزيلا لك لحضرك معنا هنا في الستوديو الشكر كذلك موصول إلى السيد محمد زاهد قول المحلل السياسي كنت معنا مباشرة من إسطنبول إذن شكرا جزيلا لكم مشاهدنا الكرام على تتبع الجزء الأول من مسائية الدي دابليو لعدنا لقاء في الجزء الثاني حول داعش وإمكانية انتقالها إلى ليبيا لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا